مساء الخير الانتخابات النيابية تابع عرص وطني لبناني حقيقي بنسخته الاغترابية ثانية وقائع هذا العرص تتوالى منذ ساعات على مساحة الانتشار اللبناني في 48 من دول القارات الخمس اندفاع لافت عبر عنه جناح لبنان المغترب وحماسة مفرطة دفعت الناخبين زرافات ووحدانا إلى صناديق الاقتراع بعض المراكز ضاقت بقصديها وأخرى شهدت طوابير بشرية امتدت على مسافة مئات الامتار وفي مشهد وجداني معبر رصدت تجمعات لبنانية حاشدة أمام صناديق الاقتراع كما حصل في برلين حتى ليظن المرء نفسه في مدينة أو قرية أو حي في الوطن الأم لبنان بشكل عام حافظت وطيرة العملية الانتخابية على انسيابية هادئة وديمقراطية لكن الأمر لم يخلو من انتهاكات رصدت على سبيل المثال في بعض أقلام الاقتراع في أستراليا وألمانيا وضبي ومن المعلوم أن نحو 194 ألف مغترب يحق لهم التصويت في هذه المرحلة الانتخابية وإذا كانت مراكز الاقتراع قد بدأت فتح أبوابها عند منتصف الليل في بعض الدول كأستراليا بسبب فارق الوقت فإن العملية الانتخابية تنتهي حدا أقصى صباح غد الاثنين بتوقيت بيروت مع أقفال آخر الصندوق في الولايات المتحدة ومع طي صفحة المرحلة الاخترابية الثانية يواجه اللبنانيون مرحلة رابعة محلية يوم الخميس المقبل موعد الاقتراع للموظفين المولاجين القيام بالعملية الانتخابية الرئيسية يوم الأحد المقبل